بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم على الكبابلتي ستيبس او خطوات التمكين او خطوات تطبيق البيم التبع البيم فريمورك للدكتور بلال سكر احنا عندنا طبعا ثلاثة عناصر أساسية اللي هي البيم ستيجز والبيم فلدس والبيم لينسز كلمنا عنه بتفصيل قبل كده وهناكلم عنهم برضه وتاني النهاردة بنقول ان البيم فريمورك بيتكون من البيم فلدس حقول البيم حقول البيم بتنقسم لقسمين البيم كومبوننت المكونات بتاعتها وانواع الفيلد او الحقول الفيلد كومبوننت بتنقسم الى البيم بلايرس اللي هي اللاعبين الاساسيين ممكن تلاحق الشركات اللي هي عشان فىستوو وير او الشركات اللى شغالة فى هاردو وير او المؤسسات التعليمية او الناس اللى طبعا تضاع القواعد بتاعة البيم وعدنا البيم処يوربورز اللي هي المنجزات او المخرجات من البيم وعندنا البيم得ىرمينيس اللي هي المتطلبات لتطبيق البيم ولو احنا بصينا او اسمنا البيم فيلدس لانواع بدعتها هل لان احنا عندنا بيم تكنولوجي وبيم بروسيس وبيم بوليسي عندنا التكنولوجيا وعندنا العمليات وعندنا السياسات السياسات المقصود بيها القواعد او الكود اللي احنا نشغل عليه طيب ده بالنسبة البيم فيلدس وده جزء من البيم كابابلتي يعني منضطر ان احنا نطور فيه لو احنا عايزين نطور امكانية تطبيق البيم. وعندنا البيم استيجس عندنا 3 مراحل احنا بيبع عندنا واحد ما عندوش بيم وعندنا واحد عنده بيم عالي فعشان توصل من هذا ده لازم تعدي على ثلاث خطوات لازم اول خطوة اللي هي البيم استيج 1 اللي هي ان انت بتاعمل مودل وبيم استيج 2 بيبع عندك كولبراتف بين العناصر او بين المجالات او بين الديسبلين واعندنا سريق ده بيبقى خلاص انت عندك بين العنصر كلها وفي تكامل بين كل العنصر. وعندنا اللي هي العدسات ان انت ممكن تقسم الجزء معي لاجزاء بحيث ان انت تقدر تناقش وتدرس التطبيق. يبقى انا عندي بقى سامو حسب الديسبلين او حسب الاسكوبينج او حسب الكونسيبشوال المفهوم بحيث ان انا قادر اركز على الجزء معين. ده كل دوت كل ده على اساس ان انا اعلي تطبيق البيم او فعالية البيم في البيم في البيم فيلمورك. نوجينا بوست كده عندنا الشركة روحتها فاليتها بريبيم. يعني ما عندهاش بيم خالص. وعايزة توصل للبوست بيم تبع عندها بيم بيرفكت سوبر. فبنمر بالمراحل. المرحلة الاولى بيبقى عندنا الناس بتاع الموديل. المرحلة الثانية فيه التكامل فيه تعاون بينهم. والمرحلة الثالثة يبقى فيه التكامل بينهم. وفيه زكاء معين. عشان نوصل من ده لده لازم خطوة خطوة. فدي مرحلة اي دي مرحلة بي دي مرحلة سي دي مرحلة دي. يعني انا عندي اربع خطوات. لو جينا نبوست كده بنلاقي ان كل واحدة فيهم لازم اطور في التكنولوجيا واطور في البروسيسيز واطور في البولوسي. يعني لازم يكون فيه تطور عشان اتنين من مرحلة وايه اللي بي اللي سي اتنين من واحد الاثنين لتلاتة. لازم يبقى انا بطور في التكنولوجيا وبطور في البروسيسيز ولازم يتطور في البولوسي. لازم يبقى فيه تقييم وابدأ شوف ايه الجزء اللي نقص عندي ايه اجزاء اللي نقصة. ايه الحاجة اللي انا محتاجها عشان نتنين من واحد الاثنين. فيش حد بيتنقل من بري بيم لبوست بيم على طول. او حتى بيخطي اي خطوة. يعني فيش حد من بري بيم متل ايه راحل السري. لا لازم هيعدها الخطوات دي كلها. بنبص على الريكويرمنت. الريكويرمنت بالليها عندنا تلات حاجات. اللي هي البوليسي لازم فيه لها متطلبات. البروسيسيز العمليات اللي بيبقى لها متطلبات. ممكن نقسمه ان التكنولوجيا بيبقى عندي حاجات في السوفتوير زي الابليكيشن زي المنجازات الدليفارابولز الديتا. الهاردوير بيبقى عندي برضو انفايرومنت اللي بيقى نفسها الاجهزة. الدليفارابولز اللوكيشن. النتورك برضو بيعندي نتورك سيليوشن بيعندي دليفارابولز بيعندي سيكورتي اند اكسس كنترول. لو احنا بصينا على البروسيسيز بيلاقي عندي ان انا عندي موجودة عندي اكتيفتي عندي وورك فلو عندي بوردكت عندي ليدرشيب مانجيمنت. اه لو انا بكلم على البوليسي بيبقى عندي جايد موجود. بعرف ايه الخطوات اللي انا همشوا عليها. حاجات بتبقى كيست استودي حاجات بتبقى باست براكتس حاجات ببقية لاين وعندي بورتكول وعندي بلاين عندي وورك فلو وبعد كده الماندت حاجات الكبارية ببدأ شوفها. طيب الجزء بتاع التكنولوجي بيتقسم عندي اللي تات اقسام اللي هو السوفت وير وهارد وير والنيوتورك اللي حكنا بنعناه من شوية. مهم جدا هو الناس كلها معتقدة ان ان البيم هو ده بينما لا ده البيم اكبر من كده بكتير يعني لو جدت بص كده ان البيم ده جزء معين كبابلتي بنتكلم عن التكنولوجي وجزء من التكنولوجي هو السوفت وير وجزء من السوفت وير ده بيبقى ببرامة كتير جدا ريفت واركي كاد وتكلا وبرما كتير جدا دي كلها جزء من السوفت وير اللي هو جزء من التكنولوجي اللي هو جزء من البيم فرومورك تعم البرسورس هي عندي بقت اوضح شوية الحاجات اللي هي الفيزيكال انفراوركس او النولوج انفراوركس بنكلم عن الاكتافة والورك فلو زي النولوج السكيلز الاكسيباريانس الرولز الدينامكس البردكت انفراوركس بنقسم بال القضاق اسم السيرفز سبسكيشن بوردكت سبسكيشن بوردكت انفراوركس دي فرانس بورجكت ديليفري اه الليدرشيب بتلاقي جواه الليدرشيب اتريبيوت ارجونزيشن اتريبيوت مانيش اتريبيوت لو احنا متكلم على البوليسي بنلاقي عندنا ان هنا بنا نشوف الاكواد اللي موجودة اللي الموجودة. اللي موجودة. اللي هنعمله عشان نطور معرفة الناس بالبيم في الشركة. الكابابلتي. ممكن ان يبقى عندنا مسلا بعض السوفتوير. يعني هانا هانا نتكلم على امثلة لزانة اثنين من من استيشو واحد الاثنين. فمسلا جزء بتاع التكنوليش سوفتوير ممكن يستعين بحاجة تقول لي ازا كان الموديل صح ولا غلط. زي السوليبري او نفس بنتطور لو احنا عايز نتنال من خطوة اثنين لتلاتة بنتطور فما كل خطوة من الخطوات دي بيبقى لها كزا نوطة بابدأ ادرسها بابدأ اشوف ازاي اطور مسلا في جزء بتاع التكنولوجي ازاي اطور في ازاي اطور في البوليس اللي عندي. كل حاجات دي بابدأ اطور فيها. كل خطوة من الخطوات بيبقى لها بعض النوات الاسسية اللي هنطور فيها. على سبيل المثال البين السجيس عندي من سر الواحد في بعض النقاط. من واحد للاثنين من اثنين اللي لثلاتة او ال crame اللي مفروض عملنا عشرة اثنين من واحد الاثنين الجزء الخاص في البروسيا عشرة اثنين من السفر الواحد طب انا موجود فين بالزبط وبصوص موجود فين يعني ما عدش قايم نفسي ان انا مية في المية وان انا يعني فين هتبعت للسبيل اشغالها في في بيم سري ما فيش حد لسا يوصل اللي بيم سري وهي ان كل الشغل بتاعكي يبقى على سفتور واحد ما بحصلش تبادل فبتلاقي ان اسكاد بانها وصل الوحرادية تمام اه شكرا اللي حسن سمعك واتمنى اكون الموضوع مفيد وشويك السلام عليكم